بسم الله الرحمن الرحيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام فمن رحام بيت الله الحرام انعقدوا مجلسنا هذا الخامس عشر من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاب في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام بن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم الخميس التاسع عشر من شهر جماد الآخرة سنة ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين مستكثرين في هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة وفي هذا المكان المبارك بيت الله الحرام من صلاتنا وسلامنا على سيد الأنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجينا بركة الليلة وشرفها وعظيم أجرها وما أعد الله في أجر الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم للصلاة على النبي محمد من نعمة تغشى العباد ومنتي صلى عليه الله ما وضح الضحى وهفت للقياه القلوب بجنتي فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وسلم بقدر ما يرجو أحدكم أن يكون له من صلاة ربه عليه وهو يصلي ويسلم على نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في فصل معاني أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تتقدم الكلام على الأسماء الكريمة الشريفة محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وبقي في الفصل بقية أتى عليها المصنف رحمه الله لبيان معاني الأسماء التي سمي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن يتحقق عندنا مطابقة الاسم للمسمى وأن أسماءه صلى الله عليه وسلم ليست أعلاما محظة مجردة بهي أعلام ذات أوصاف وكل اسم منها وعلم يتضمن معنا كريما لأجله سمي به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه نستتبع ما بقي في هذا الفصل لنشرع بعده في فصل أوجز فيه المصنف رحمه الله مبادئ الحديث عن سيرة رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض فتاب الله به عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله كل الأنبياء عليهم السلام بعثوا إلى أممهم وأقوامهم بالهداية والتوبة وسلوك الاستقامة وعبادة الله فكلهم بعثه الله تعالى بهذا المعنى العظيم فلماذا خص نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم نبي التوبة قال لك لأكثر من معنى منها شيئان الأول أن الله فتح به باب التوبة على أهل الأرض فتحققت من توبة الله على خلقه وعباده ما لم يحصل مثله قبله عليه الصلاة والسلام فكانت التوبة المصاحبة لنبوته وبعثته صلى الله عليه وسلم شيء أعظم بكثير مما كان من توبة الله على خلقه في الأمم قبلنا فلهذا سمي بنبي التوبة هذا المعنى الأول نعم وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق استغفارا وتوبة حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة هذا سبب ثاني أنه صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة وحياته الشريفة كان يعيش معنى التوبة لله كل يوم وليلة مرات بل عشرات اسمع قوله في صحيح مسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة وكانوا يحصون له في المجلس الواحد سبعين استغفارا في المجلس الواحد وليس في اليوم الواحد فكثرة توبته صلى الله عليه وسلم وعظيم استغفاره وشدة ذكره لربه عز وجل جعلت له هذا المقام الكريم أي مقام؟ مقام التوبة بين يدي الله اعلم رعاك الله أن الله عز وجل غفر ذنبه ووضع وزره وشرح صدره ورفع ذكره عليه الصلاة والسلام فمن أي شيء كان يتوب بل يكثر التوبة والاستغفار هذه مقامات الكمالات في البشر كلما عظم قدرهم عند ربهم ازدادوا له إنابة واستغفارا وتضرعا وإخباتا وإذا كانت توبة أحدهم ليست كتوبة العصاة والفساق وأرباب الكبائر وأصحاب الجرائم فإنما هي توبة الارتقاء والاصطفاء وما أعد الله عز وجل لتلك الصفوة من خلقه لأن أحدهم لا يزال عبدا والرب رب والعبد عبد ولا يزالون يستشعرون هذا المقام العظيم فتعيشوا قلوبهم حياة التوبة والإنابة والاستغفار ثم إن توبتهم هي اعتراف بحق الله العظيم وأن العبد مهما أوتي من الصلاح والتقاء والولاية والعبادة والزهد والإقبال على الله فإنه لا يزال غير مستوف حق الله العظيم جل جلاله فيتوب ويستغفر تلك القلوب العامرة بهذه المعالي العظيمة عاشت أعلى مقامات البشرية عبودة عبودية لله فكان في هديه عليه الصلاة والسلام ما يستقي منه العباد وتقتفي فيه الأمة به لتتعلم كيف تتوب الأمة إلى الله كما كان يفعل نبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن حق له أن يسمى بنبي التوبة صلى الله عليه وسلم هذان معنيان وإليك الثالث لماذا كان اسمه نبي التوبة عليه الصلاة والسلام حسن الله إليكم قال رحمه الله وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولا وأسهل تناولا وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل نفوسهم وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله جعل توبتها الندم والإقلاع تقرؤون في سورة البقرة قول الحق سبحانه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم كانت توبة بني إسرائيل من عبادة العجل أن يقتلوا أنفسهم كانت التوبة في الأمم قبلنا أصعب وأشد وأما هذه الأمة المحمدية المرحومة المباركة فقد خفف الله عنها وسهل التوبة لها وجعلها أسرع وأكثر تناولا وأقرب والله عز وجل يتولى هذه الأمة برحمته كرامة لها إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم قال توبة هذه الأمة أكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولا وأسهل تناولا أما توبة من قبلنا فكانت من أصعب الأشياء كما حصل لبني إسرائيل قال أما هذه الأمة فلكرامتها على الله جعل توبتها الندم والإقلاع فبؤسا لعبد ما يزال على الرغم من ذلك بطيء السير إلى ربه في التوبة من ذنبه بؤسا والله لعبد بالرغم مما نالته الأمة من كرامة وتيسير أبواب التوبة وسهولة العودة إلى الله والظفر برحمته ومغفرته لا يزال بطيء الخطأ لا يزال ثقيلا كأن ما هو مقيد بالأغلال أن يعود إلى ربه فيقول يا رب تبت إليك أستغفرك وأتوب إليك ارحمني وهديني وتب عليك كما كنا نتعلم في هديه عليه الصلاة والسلام أن يقول تلك العبارات التي يطرق بها باب التوبة إذن هذه أسباب متعددة لأجلها سمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بنبي التوبة لما خص به من بين إخوته الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حسن الله عليكم قال رحمه الله وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار وأوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم نبي الملحمة نبي القتال الذي بعث بالسيف عليه الصلاة والسلام وها هنا يحسن التنبيه إلى أمرين متقابلين يفهم بهما هذا المعنى العظيم فإن وصف نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالملحمة وبعثته بالسيف ليست وصف سوء ولا شيء يستحى من ذكره أو إظهاره أمام الأمم لأن هذا كان بإزاء ما وصفت به بعثته ورسالته بالرحمة فنبي الملحمة هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام لكنه لن يقوم في حياة البشر قائم ولن ينهض فيها دعوة أو مشروع أو إصلاح أو خير يرتج بل لن يقوم في البشرية نظام تنتظم به الحياة إلا إذا قام فيها هذا الركنان هذان الركنان ما هما رحمة وعطف مع قوة وبأس أي نظام بشري بل أي نظام أسري لو أردت أسرة فيها والدان وأولاد فإنه لن يستقيم للأسرة نظام تتحقق به المصالح وتندفع به الآفات وتستجلب به الخيرات وتحصد به النجاحات إلا أن يكون في تلك الأسرة الموفقة تعاطف ورحمة وفيها حزم وفيها عزم وفيها نظام يحكم ويضبط فما بالكم بنظام دولة ومجتمع فما بالكم بنظام شريعة من رب الأرض والسماء فإذن لا تقوم للبشرية حياة ولا يستقيم فيها النظام إلا إذا استوى فيها هذان الركنان رحمة وعطف وشدة وبأس اسمع بما وصف الله الصحابة الكرام في أجمل ما جاء في وصفهم في القرآن قال الله عز وجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا هو ميزان التعادل الذي تقوم به الحياة واسمع ما وصف الله تعالى به الصفوة من أوليائه وعباده الذين جعلهم الله عز وجل من تقوم بهم أديانه التي بعث بها الرسل قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذا الحب والعطف يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ثم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فكذلك كانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه واحدة لألا يظن جاهل أن وصف نبوة الإسلام بنبوة السيف ووصف نبينا بنبي الملحمة أنه شيء يخاف المتحدث اليوم من إظهاره فينهض عليه أعداء الإسلام من الشرق والغرب ويصيمون رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقوة والعنف والشدة والإرهاب أو يصفون دين الإسلام بذلك تلك مغالطة والقائل بها إما جاهل وإما حاقد مكابر معاند والصواب أن يفهم المسلم ويدرك كيف يتكلم بمثل هذا بعزة دينه وثقته بشريعة ربه هذه حياة البشر هذه واحدة وأما الثانية فلأنه ما قامت دعوة نبي ولا مشروع إصلاحي ولا تنظيم لحياة البشر إلا ويقوم بإزائها ما يناقضها ويعاديها من أعداء الدعوة وأعداء الرسل والمكذبين والمخالفين والمحاربين والمعاندين ولائك حزب الشيطان أما إن حزب الشيطاني ذاك الذي يناهض دعوات الإصلاح والهداية وتقويم البشرية يبذلون كل ما يملكون وهم يرفعون السلاح ويبتدئون القتال ويكيدون ويعتدون ويفعلون أفيبقى أرباب الخير ودعاة الإصلاح ورسل الله وأنبياءه عليهم السلام أيبقون هكذا عزلا مجردين تطاح بهم في الحرمات وتنتهك أعراضهم وتسفك دماؤهم فأين عزة الدين وأين المقاومة التي يرفض بها الاعتداء على الحرمات فجاءت شريعة الله عز وجل بما تقتضيه سنة المدافعة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسدت الأرض فسنة المدافعة تقتضي بل هي فطرة بشرية يا كرام الإنسان من حيث هو إنسان والبشر من حيث هم بشر فإن أحدهم إذا واجهه أحد باعتداء كانت الفطرة أن يدفع ذلك الاعتداء وأن يرد الإساءة وأن لا يقبل الضيم ولا يرضى بالذل والهوان فمن هنا جاءت الشرائع كلها وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم من بينها بالأمر بالجهاد رعاية للحرمات ودفعا للاعتداء والعدوان وإبقاءا للعزة والكرامة ورفعا لراية الإسلام فإذن لا شيء من وصف الإسلام ودين الإسلام ونبي الإسلام بالجهاد والسيف والقتال والملحمة لا شيء فيه من ذلك يوصف بالإرهاب والعنف والشدة والدموية والقتال الذي يرمي به أعداء الإسلام الإسلام فكونوا على يقظة أمة الإسلام معلموا أن ذاك ما هو إلا من نفخ الشيطان في حزبه وجنده لإضعاف المسلمين وردهم عن دينهم وجعلهم في غاية ما يكون الاستضعاف والذل والهوان عودا إلى ما نحن بصدد الحديث عنه من وصف نبينا صلى الله عليه وسلم وتسميته بنبي الملحمة أكان نبيكم يا أمة الإسلام نبي جهاد وقتال الجواب نعم كما كان نبي رحمة للعالمين كما كان عليه الصلاة والسلام رؤوفا بالأمة رحيما كما كان عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عندتم كما كان عليه الصلاة والسلام أرأث الأمة بها وأعطفها عليها وأشدها حنوا عليها من آبائهم وأمهاتهم لكنه كان نبي الملحمة فإذا استدعى الأمر للقتال والمواجهة ثبت أمام الأعداء وقاد الجيوش ونظم الصفوف ودعا إلى الثبات وحظ الأمة على بذل دمائها وأموالها وأعراضها فداء لدين الله ورفع لراية الإسلام وبقاء لهذه السنة الكريمة المدافعة بين الحق والباطل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولينصرن الله من ينصره غزى عليه الصلاة والسلام ولقي الأعداء في بدر وأحد والخندق وأمر عليه الصلاة والسلام وامتثل أمر الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ثبت عليه الصلاة والسلام في تلك المواضع في عظم بأس وقوة ورباطة جأش وشجاعة كان الصحابة إذا حمي الوطيس واشتد القتال احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم انكشف القتال يوم حنين وتفرق الجيش وتبعثر العدد ينزل النبي عليه الصلاة والسلام على بغلته مقتحما عرض الميدان في المعركة وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم فالمقصود يا كرام أنه خطأ يفهم بعض الناس معنى وصف الإسلام ونبي الإسلام بهذه المعاني من العزة والقوة والثبات ثم هم يضعفون أمام شبه الأعداء فيستحون من ذكر الجهاد وآيات الجهاد أو يتراجعون أو يتأولون تلك المواقف النصوص ومن فهم وأدرك حقيقة المعنى علم أن هذا من طبيعة الحياة البشرية والسنن التي قام الله عز وجل عليها هذا الكون فكانت حياة الأنبياء والرسل جزءا من هذا النظام الذي تقوم به دعواتهم ودعوة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده لما وصف الله نبينا ورسالته بالرحمة ماذا قال قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما قال للمسلمين طيب فإذا قوله للعالمين يشمل المسلم أو الكافر فكيف تفهم هذا أما رحمته عليه الصلاة والسلام للمسلمين فمعلومة دعوتهم والحرص على هدايتهم ودفع الأذى والمشقة عنهم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم صلى الله عليه وسلم وما يبذله من أجل أمته في الدنيا في تخفيف التكاليف والتماس اليسر عليهم والدعوة الدعاء لهم ويوم القيامة بالشفاعة لهم هذا لأهل الإجابة لأهل الإسلام للمؤمنين من أتباعه وأمته فالسؤال الذي قد يحتاج إلى جواب فما وجه رحمته للكفار من أمته أي رحمة في دعوته صلى الله عليه وسلم لمن مات كافرا به لم يصدق برسالته سواء ممن عاصره كأبي جهل فرعون هذه الأمة وأبي لهب وباقي صناديد قريش وكبرائها أو من جاء بعده فسمع بدعوته فأصر على الكفر والعناد فعاش كافرا ومات كافرا والعياذ بالله أين الرحمة في رسالته صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وإنما يكون يوم القيامة مزيد حجة عليهم يشتد به العذاب على أحدهم أن كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم أن كفر به أن عاند ولم يؤمن أين الرحمة؟ قال المصنف رحمه الله أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة وأما الكفار نعم وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة هذا بعض معاني الرحمة في رسالته عليه الصلاة والسلام للكفار من أمته قال من عاش منهم في ظله وتحت حبله وعهده عاش محترما من بذل الجزية من اليهود والنصارى من أعطي الأمان من أعطي الذمة عاش في رحمة الإسلام غير مضطهد ولا معذب ولا يؤذى في دينه قال الله عز وجل حتى يعط الجزية عن يد وهم صاغرون وعاشت بلاد الإسلام ودول الإسلام عبر تاريخه العظيم تطبق شريعة الله عز وجل مع سائر غير المسلمين من اليهود والنصارى وأضرابهم فمن عاش في دولة الإسلام وحكم الإسلام وجد من أحكام الإسلام ما يصون به عرضه ويحفظ كرامته ويبقى في أحكام أهل الذمة مبذولا له حقه مراعا محترما موفورا بل جاء الوعيد في من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة جاء الوعيد والأذى في التعدي على من عاش في ظل حكم الإسلام وبني الإسلام وعلى العكس من ذلك تماما ما وجده المسلمون في تاريخهم الطويل من الأذى والاستضعاف والإذلال والاغتصاب للحرمات والتعدي على كل الحقوق إذا عاشوا فئة مستضعفة في حكم غيرهم من الكفرة من سائر الملل على وجه الأرض هذا من الرحمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه ثاني من الرحمة من قتل منهم في مواجهة المسلمين في الغزوات والجهاد والقتال ومن قتل في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال المصنف فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة عذاب في الآخرة لأنه لا يستوي كافران يعيش أحدهما في دنياه ستين سنة حربا على الإسلام وعداوة على المسلمين وصدا عن سبيل الله فتجتمع له من الأوزار والآثام والخطايا ما يشتد عليه العذاب به يوم يلقى الله وبين كافر إنما كان عكفره وعناده وصده وأذاه دون ذلك سنوات معدودات فإن قتل كان قصر حياته في دنياه على كفره رحمة من الله تعالى به وأما وجه ثالث فإن رحمة رسول الله أو رحمة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم للكفرة من أمته كانت أيضا بإمهال عذابهم في الدنيا فإن الله ما عجل لهذه الأمة والكفرة منها ما عجل عقوبتهم في الدنيا أما ترى أن أهل الكفر على مر التاريخ يعيشون دنياهم في ساعة رغد وعيش وأوتوا من أسباب الدنيا ما استمتعوا فيه من ملذاتها وأوتوا من أسبابها تلك رحمة من الله لكن ننظر إلى الأقوام السابقة فإن الله إذا بعث نبيا من أنبيائه وأيده بالمعجزات وأقام الحجج وانكشفت الدلائل فأصر من أصر على كفره عوقب في الدنيا عاجلا قبل العقاب آخرا أهلك الله قوم نوح بالطوفان وقوم عاد أهلكهم بريح صرصر عاتية وثمودا بالصيحة وقوم لوط بالخسف أمطر عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وقوم شعيب أخذهم بعذاب الظلة التي كانت عذابا عظيما كل قوم كل أمة كما قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا قال وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأما أمة الإسلام فأين العذاب حتى قريش التي عاشت كفرا وصدا عن سبيل الله بقيت حتى أذن الله لها بالإسلام فأسلمت بعد نحو من عشرين سنة من حربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رحمة إذن فالكفار في أمة الإسلام يعيشون من أعظم معاني الرحمة أن أخر عنهم العذاب لعل مسلما منهم يهتدي لعل بعضهم تدركه رحمة الله فيعود إلى الحق والرشد والصواب فينقلب كفره إسلاما ويعود ظلاله وشقاؤه إيمانا وسعادة واهتداء تلك رحمة بل هي في مقابلة ما وجده الكفار في الأمم السابقة أعظم رحمة يمكن أن يجدها كافر في حياته مع بقائه على كفره نسأل الله السلام أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف وفتح به أمصار الكفر وفتح به أبواب الجنة وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار صلى الله عليه وآله وسلم فتح حسي ومعنوي دنيوي وأخروي كان على يد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الفاتح حقا حسا ومعنى أما الفتح المعنوي فتح القلوب فتح الهداية فتح أبواب الجنة الآذان الصم والأعين العمي والقلوب الغلف هذا فتح فتح باب الهداية والتوبة فتح معنوي عظيم هو أعظم من الفتح الحسي فتح الأمصار التي تفتح بها الدول والبلاد والأمم والشعوب فتدخل في دين الله أفواجا فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة فدخلت في دين الله وأرسل الرسل وبعث الوفود للدعوة ففتح الله به تلك البلاد ولما التحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه قاد صحابة من بعده هذه الفتوحات فتمت جزيرة العرب ثم انتقلوا منها إلى الشام والعراق ومصر فدخلوا إثريقيا وانساحوا شرقا وغربا يفتحون البلاد والأمصار بنور الإسلام وهدايته وإدخال الناس في دين الله أفواجا فهذا كما قال المصنف فتح الله به الدنيا والآخرة ومن الفتح الذي كان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح طرق العلم النافع والعمل الصالح ولطالما دع الموفقون اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا العلم النافع والعمل الصالح كثير وأبوابه عظيمة عدة والعلم بحر لا ساحل له والعمل الصالح ليس له منتهى ولا آخر أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو الذي فتح لنا تلك الأبواب التي هي منا أحدنا ويسأل الله عز وجل أن يوفقه إياها كانت مفاتيحها على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فما من علم فيه خير ونفع وهدى إلا دل الأمة عليه ولا عمل صالح فيه أجر وثواب وسعادة وكل ما يرتجى إلا دل الأمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ففتح الله تعالى به تلك الأبواب التي ترتجى بها سعادة الدنيا في حياة العباد وسعادة أخراهم يوم التناد نسأل الله عز وجل الكريم من واسع فضله وأن يفتح لنا ولكم من أبواب فضله ورحمته ما نعيش به سعادة الدارين حسن الله إليكم قال رحمه الله وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم فهو أمين الله على وحيه ودينه وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين الأمان حفظ الحق وأداؤه على الوجه الكامل الوفاء به وأوفى الناس عهدا وأبرهم ذمة رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو الأمين وأحق البشر بهذا الاسم أمين عند رب السماء على الوحي الذي بعثه به والله عز وجل قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وإن كان المقصود به جبريل على أقوال جل المفسرين وهو داخل في الأمان عليه الصلاة والسلام فإنه أدى الوحية وبلغ الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا ينفرد أحدهما عن الآخر فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فض قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم نعم فإذا هو على حد ما وصف الله به الصحب الكرام رحى أشداء على الكفار رحى ماء بينهم فكان نبينا عليه الصلاة والسلام ضحوكا في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فض حتى قال قائلهم ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم ويقول قائلهم كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس بشرا وكان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم فما كانوا يعرفون عنه إلا ذاك وأما مع أعداء الإسلام وأعداء الملة والمحاربين لدين الله والمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقابل الأساءة والعدوان بحزم ويمتثل أمر الله عز وجل بالجهاد قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم ولهذا قال المصنف هذان الإسمان مزدوجان يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر فلا تقول عنه قتالا فقط عليه الصلاة والسلام لألا يتبادر إلى الذهن وصفه بالدموية وإراقة الدماء والسفك والقتال ولا يقال ضحوك لألا يتبادر إلى الذهن هذا المعنى فقط وأنه يعني من فرط الضحك والمزاح والتبسم لا تجد عنده محملا على الجد أبدا ليس هذا ولا ذاك وتقدم معكم في مجلس سابق أن الضحوك القتال مما ورد في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه في التوراة قال ضحوك القتال يركب البعير ويلبس الشملة وما جاء في تتمة أوصافه فهو مما ورد في الكتب السماوية السابقة فورده المصنف هنا لبيان معناه احسن الله إليكم قال رحمه الله وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب أيضا هذان اسمان متقابلان بشير النذير يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مبشر لمن أطاع ونذير لمن خالف وعصى وكابر وعاند فهذا نسماني أيضا متقابلا نعم وقد سماه الله عبده في كتابه في مواضع منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا عبد الله هذا من أجل وأعظم وأشرف أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله ووصفه بالعبودية هنا في مقام التشريف والتكريم لمقامه عليه الصلاة والسلام اسمع كم آية لما يذكره رب العزة والجلال ممتدحا إياه مثنيا عليه إنما يذكره بوصف العبودية فأوحى إلى عبده ما أوحى فإن هذا في المعراج هناك في سابع سماء أخذه واصطفاه ورقى به ليقول لنا فأوحى إلى عبده ما أوحى في الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده في أعظم مقامات التشريف ومن أجل المعجزات التي أوتيها رسولنا صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج يذكر بالعبودية عليه الصلاة والسلام في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا آيات إذا ذكر الله فيها نبيه في مقام التكريم والتشريف والإجلال والتعظيم يذكره بهذا الوصف الكريم العبودية لتعلموا عباد الله أن العبد كلما ارتقى مقامه عند الله كان أشد عبودية لله وبالعكس كلما بذل العبد من صدق عبوديته لله ارتقى في مدارج الكرامة عند الله وإنما كان لرسولنا صلى الله عليه وسلم من الكرامة النصيب الأوفر والمقام الأسنى لأنه كان أشد لعباده وأصدقهم في عبوديته لله انظر إلى صيامه إلى صلاته إلى ذكره إلى دعائه واستغفاره إلى حجه واعتماره إلى صيامه إلى صدقته إلى بذله إلى عطائه انظر إلى صدق تعلق قلبه بربه وخالقه تلك مقامات كان النبي عليه الصلاة والسلام يتربع فيها على عرش العبودية لله فكان سيد العابدين وإمامهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر عبد من خلق الله بأعلى وصف وأتمه فقيل عبد لله فالمقدم في ذلك بين الأمة كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه من أسمائه ومن أجل ما يوصف به العبد أمام ربه أنه عبد أنه عبد لله عز وجل ومما زادني شرفاً وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم نعم سيادته في مقامل وصفه بالعبودية لتعلم أنها العز والشرف والسيادة وليست العبودية هنا وصف احتقار أو انتقاص أو إقلال حاشا العبودية لله في تمامها وأعلى درجاتها هي سيادة للبشرية قال أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم نعم وسماه الله سراجاً منيرا وسمى الشمس سراجاً وهاجا والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج هذه من اللطائف التي ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل أن الله سمى الشمس سراجاً وسمى النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً سراجاً والسراج المصباح الذي يضيء ويقتبس من ضوءه ما يستفيد منه المستعمل لهذا السراج لكن الوصف اختلف وصف الله الشمس فقال وجعلنا الليلة سراجاً وهاجاً قال في الشمس سراجاً وهاجاً وقال في وصفه عليه الصلاة والسلام وسراجاً منيراً فوصفه لما سماه سراجاً بأنه منير ووصف الشمس بأنها سراج وهاج قال والفرق أن المنير لا إحراق فيه بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج تم هنا كلام المصنف على هذا الفصل وسنشرع في ذكر نبذ مختصرة من سيرته في مكة قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم فصل في ذكر الهجرة الأولى والثانية قال رحمه الله لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم لهم وفتنتهم إياهم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال إن بها ملكاً لا يظلم الناس عنده فهاجر من المسلمين اثنى عشر رجلاً وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية هذا في قول عامة أهل السير أنه كان في السنة الخامسة من البعثة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات حصل هذا الأمر العظيم وهو الهجرة الأولى إلى الحبشة بعد خمس سنوات من الإسلام والدعوة ودخول الناس في الإسلام وجدوا مضايقة شديدة وحرب ضروسة واعتدت قريش على الضعفاء منهم فعذبتهم وآذتهم وسامتهم سوء العذاب ومهما وصلوا إلى أذية أحد يقع تحت أيديهم من الموالي والعبيد والإيماء أو من الضعفاء أو من الخدم والعمال أو من كان دون ذلك فإنهم لا يألون جهداً في تسليط العذاب عليه فاشتد ذلك على المسلمين واشتدت فتنتهم في دينهم بسبب اعتداء الكفار قال فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال إن بها ملكاً لا يظلم الناس عنده والحديث كما أخرج البيهقي في السنن وفي الدلائل من طريق ابن إسحاق قال إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه عن أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه فقال لهم وذكر الحديث إن بأرض الحبشة يعني اشتد الأمر بهم والنبي عليه الصلاة والسلام حماه الله بعمه أبي طالب فكانت قريش لا تبلغ ولا تصل إلى ذاته الشريفة من الأذى كما يصلون إلى أصحابه فعز على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبقى محميا من الأذى في منعة وعز ونصرة من الله وأصحابه يجلدون ويعذبون ويسامون سوء العذاب عز عليه ذلك عليه الصلاة والسلام فأذن لأصحابه في الهجرة لاحظ أذن ولم يأمر فمن قدر على الهجرة نجاة بدينه وخوفا من الفتنة فليخرج وأشار عليهم بأرض الحبشة وذكر لهم وجه ذلك وحكمته فقال إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده العدل الذي يلتمس ولو في حكم كافر ما كان النجاشي مؤمنا برسالته عليه الصلاة والسلام لكنه على دين قومه فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة لأن عدل الكافر خير من ظلم غيره وهم بمكة يعيشون كفرا وظلمة فأذن لهم حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه والحديث هذا من طريق ابن إسحاق عند البيهقي وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة كله ليس يتصل إسناده على صنعة المحدثين لكنه مما يذكره أهل السيارة قال المصنف فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة المجموع كم؟ 16 مسلما ومسلمة خرجوا وقيل 11 رجلا وأربع نسوة فهم بين هذا العدد 15 صحابيا أو 16 خرجوا من مكة إلى الحبشة وأجل من في ذلك الوفد وأعلاهم قدرا عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في أوائل من خرج بل قيل إن عثمان أول من خرج في صحبة زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية فأقاموا بالحبشة في أحسن جوار فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود بعد الهجرة بنحو ثلاثة أشهر إلى الحبشة بلغتهم الأنباء أن قريشا أسلمت وفي بعض الأخبار بلغهم أن حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب قد دخل في الإسلام وإذا قلت حمزة أسلم وعمر أسلم فلا تبالي بشيء في مكة فلما بلغهم أن حمزة قد أسلم وعمر قد أسلم وأن المسلمين أصبحوا في عز ومنع فلا حاجة بهم إلى الغربة فرجعوا وكان الخبر إما كذبا أو غير دقيق وصادق في نقله فرجعوا إلى مكة فلما وجدوا حقيقة الأمر وأنه أشد مما كان رجع منهم من رجع وبعضهم قال قد وصلنا فدخلوا مكة وكان فيهم عبد الله بن مسعود فلقوا من قريش أذى شديدة وهذا من ابتلاء من الابتلاء الذي صبر عليه الصحب الكرام الأوائل رضي الله عنهم وكان بهذا منقبة لأولئك السابقين الصبر والأذى والاحتمال والبذل والسفر والاغتراب حتى ثبت الله أقدامهم على هذا الدين العظيم فنالوا الكرامة والسبقة وشرف الدخول في الإسلام في أول أمره نعم ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة قيل هذا بعد سنة من الهجرة الأولى إذا كانت تلك في سنة خمس من البعثة فهذه في السنة السادسة من البعثة أذن لهم بعدما رجعوا ووجدوا الأمر على خلافه لم يأذن للعائدين فقط بل أذن لمن كان موجودا بمكة أن يخرج فلما أذن في المرة الثانية تضاعف العدد الذي هاجر إلى الحبشة أضعاف أضعاف ما كان عليه في المرة الأولى ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة فهاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه ومن النساء ثمان عشرة امرأة هذا العدد الإجمالي في هجرة الحبشة الثانية هاجر ثلاثة وثمانون وقيل ثنان وثمانون رجلا وثمان عشرة امرأة فالمجموع قرابة المئة هؤلاء الذين خرجوا في الهجرة الثانية إلى الحبشة مئة وواحد أو مئة إذا قلنهم ثنان وثمانون رجلا كان أمير المهاجرين في الدفعة الثانية أو في الهجرة الثانية إلى الحبشة ومقدمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المصنف إن كان فيهم عمار يعني بن ياسر فإنه يشك فيه نعم وأقاموا عند النجاشي على أحسن حال وبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمر بن العاص في جماعة أقاموا عند النجاشي على أحسن حال السؤال كم سنة بقي هذا الصحب الكريم في هجرتهم في الحبشة إلى غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة ونحن الآن في السنة السادسة من البعثة يعني سبع سنوات قبل الهجرة وسبع سنوات بعد الهجرة قرابة أربع عشرة سنة بقي فيها الصحابة مغتربين بأرض الحبشة ولهذا يقول العلماء إن الإسلام دخل الحبشة قبل أن يدخل المدينة بدخول هؤلاء والإسلام قد دخل إفريقية قبل أن يدخل المدينة وطيبة بكثير فهذا الصحب الكريم الذي هاجر أولا أدخل الإسلام معهم هناك بغض النظر عن من أسلم من أهل الحبشة في تلك الفترة لكن دخول الإسلام بدخول هؤلاء الصحابة كان مبكرا جدا في تلك الأرض قال أقاموا عند النجاش على أحسن حال ثم سيئت الحديث أنهم رجعوا بعد ذلك في غزوة خيبر لما رجع منهم الرجع والنبي عليه الصلاة والسلام قد فتحت له خيبر فقال الحديث المشهور لا أدري بأيه ما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر فإنه قدم في مقدمة الركب الذي رجع وقد طال فراقهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقاموا عند النجاشي على أحسن حال وبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمر بن العاص في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي فرد الله كيدهم في نحورهم فاشتد أداهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شأن ما حصل في الحبشة المدة التي بقيها المهاجرون إلى الحبشة قرابة سبع سنوات قبل الهجرة كانوا فيها في أحسن حال كما قال المصنف ليش أحسن حال لا أحد يؤذيهم في دينهم لا أحد يفتينهم لا أحد يأمرهم بالكفر بعد الإسلام لا يعذبون بخلاف إخوانهم في مكة فإنه قد اشتدت عليهم وطأة قريش فكانوا يسامون سوء العذاب قتلوا ياسرا والد عمار قتلوا زوجته سمية ويأتون إلى الموالي والعبيد فيسومونهم سوء العذاب وكان صناديد قريش يعني يسومونهم سوء العذاب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا أما المهاجرون إلى الحبشة فكانوا في راحة وحسن حال لما أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة أما قريش فلم تقف محاولاتها فبعثوا عمر بن العاص في جماعة يعني في وفد من قريش كيدا بهم عند النجاش فرد الله كيدا في نحورهم قدم عمر بن العاص وقيل معه بعض قيادات قريش كعبد الله بن ربيعة المخزوم وهذا قبل إسلامهم رضي الله عنهم فحملوا معهم الهدايا الثمينة للنجاش وبطارقته فإنهم كانوا نصارى لكنه يعني النجاش طالب بجمعهم مع الصحابة من المهاجرين ليلتقوا في مجلسه وما رضي أن يسمع من وفد قريش جاء عمر بن العاص محرضا إن هؤلاء يبدلون الدين وسيكونون فتنة لك في بلادك وسيتسببون في كيت وكيت وأنهم جاءوا بباطل وأمر عظيم وعلى عقيدة لم نعهد نحن ولا في آبائنا الأولين لكن النجاشي لحكمته أبى أن يستجيب لكلامهم وطلب أن يسمع فلما اجتمعوا تقدم جعفر رضي الله عنه فتكلم وقرأ صدر سورة مريم كما في الرواية وهي فيها ما أخبر الله عن عيسى عليه السلام وأمه مريم العذراء فسمع النجاشي ذلك فتأثر جدا له وبكى وقال عبارته المشهورة إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة وقال لعمر ومن معه ارجعوا أو انطلقوا فوالله لا أسلمهم إليكم فرد الله كيد قريش في نحرها وعادت خائبة وبقي الصحابة هناك بأحسن حال وكان مما أكرم الله به ذلك الوفد من المهاجرين أن ثبت الله أقدامهم على الإسلام حتى لحقوا وعادوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروه وأهل بيته في الشعب شعب أبي طالب ثلاث سنين وقيل سنتين وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة وقيل ثمان وأربعون سنة مجذو أن خرج المهاجرون إلى الحبشة في السنة الثالثة فرضت قريش حصارها الجائرة الظالمة بغيا وعدوانا برسول الله عليه الصلاة والسلام وعلقوا تلك الصحيفة الآثمة في جوف الكعبة بالقطيعة والتآمر والتعاهد على الظلم وعلى قطع الرحم فكان الحصار في شعب أبي طالب ثلاث سنوات واشتد الحصار وهذا من أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة مقامه بمكة في ثلاث عشرة سنة كانت هذه أشد ثلاث سنوات فيها أو أشد سنتين للحصار أولا ثم ما بلي به عليه الصلاة والسلام من تعاقب موت عمه أبي طالب ثم زوجه خديجة كانت هذه أشد ثلاث سنوات مرت برسول الله عليه الصلاة والسلام وعصفت بقلبه الطاهر الشريف في تلك المرحلة من دعوته منذ السنة السادسة من البعثة إلى التاسعة اشتد الحصار في الشعب شعب أبي طالب حوصر هو وأهل بيته عليه الصلاة والسلام خرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة بعث وعمره أربعون هاجر الصحابة الحبشة في السنة السادسة وعمره ست وأربعون وبقى في الحصار سنتين إلى ثلاث خرج من الحصار وعمره تسع وأربعون سنة صلى الله عليه وسلم وقيل ثمانين وأربعون أكان الحصار سنتين أو ثلاثا على تردد بينهما حسن الله إليكم قال رحمه الله وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة وفي الشعب أولد عبد الله بن عباس فنالت منه الكفار أذى شديدا ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير فاشتد أذى الكفار له إذن هذه كما قلنا من أصعب السنوات وأشدها وقعا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ما يتعلق بموت سنده في الحياة بعد الله عمه أبي طالب وزوجه خديجة أو ما يتعلق بالحصار الذي نالوا منه أشد الأذى فلم يكن له عليه الصلاة والسلام وللفئة القليلة معه ما يأكلون من الطعام منعوهم من البيع والشراء من المناكحة منعوهم من التعامل حصروهم حتى عزلوهم في ذلك الحصر في ذلك الشعب والحصار البائس الجائر الذي اشتد وامتد ولو كان حصارا شهرا أو شهرين لكان له أثره العظيم في الإضعاف والأذى والضغط النفسي والمعنوي والمادي لكنه امتد إلى سنتين وقيل ثلاث سنوات فكان سبب الحصار في الشعب ما حصل من هجرة المسلمين إلى الحبشة وفشل قريش في مفاوضة النجاشي لطردهم واسترجاعهم وانتشار الإسلام وكثرة الداخلين فيه وتمكين أمره فضلا عما حصل من امتداد الإسلام في فتيان قريش المعروفين بالجرأة والحزم والشدة كحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا فرأت قريش أن الأمر قد انفلت من أيديها وأرادت استدراك الأمر فعمدت جورا وظلما إلى أن ما عجزوا عن إدراكه بالمواجهة وما أخفقوا في تحقيقه بالصد عن سبيل الله فلابد بهم من شيء أعظم جرأة فتواطئوا على تشديد النكال بالمسلمين وقرروا عزلهم في مكة ومقاطعتهم اقتصاديا وتجاريا فلا ينكحوا من بني عبد المطلب وبني هاشم ولا ينكحوهم ولا يبيعون ولا يبتعون معهم ووثقوا هذه المقاطعة الجائرة في صحيفة وأودعوها جوف الكعبة وأخذوا على أنفسهم الالتزام بذلك وعدم خرق الأمر مهما حصل فلما علمت بن هاشم وبن المطلب بذلك انحازوا جميعا إلى شعب أبي طالب تضامنا ونصرة وموالاة ومقابلة لعدوان عتاة قريش إلا أبا لها فإنه وحده من بن هاشم أبل انحياز إلى عشيرته ووافق طغاة قريش على المقاطعة فكان في صفهم انتقل المسلمون ومن ولاهم إلى شعب أبي طالب وطال بهم الأمر واستمدوا القوة وصمدوا في الحصار على الرغم من شدة العيش والضنك إلا ما كان يأتيهم خفية من ذوي المروءة من قريش الذين كانت شيمتهم تأب الظلم والعدوان فقد يروى أن هشام بن عمر بن الحارث كان ربما يأتي بالبعير حمله طعاما فيأتي به على مدخل الشعبي فينزع خطامه ثم يضربه على مؤخرته ليتجه إلى داخل الشعبي فيبتدر المسلمون ما عليه من طعامل ويقتسمونه بينهم ويفعل ذلك ثانية في بعير يحمله قمحا ثم يبعثه إليهم بالليل خفية لأجل تخفيف قدر من المعاناة كانت تأباه نفوس ذوي المرؤات والكرامة منهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر